تعقد جامعة الشرقة ملتقى البحث العلمي الثاني عشر تحت شعار البحث العلمي والابتكار في خدمة المجتمع وذلك بالتعاون مع مصرف الشرقة الإسلامي في السابع من مايو الجاري أعلن عن ذلك الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشرقة خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الجامعة وأكد مدير الجامعة على أهمية المؤتمر والتي تقضي بأن جامعة الشرقة جامعة بحثية وسوف يتم خلال مؤتمر استعراض أهم النتائج والإحصاءات للبحث العلمية والتي يقدمها أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في الجامعة